السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام في هذا الفيديو سنتعرف على الخطوات المنهجية لإنجاز المشاريع إذن يتتضرق المنهج لمجموعة من المشاريع ذات طبيعة تكنولوجية منسجمة مع مجالات علوم الحياة والعلوم الفيزيائية وعلوم الأرض والفضاء بحيث يمكن إنجاز هذه المشاريع داخل فضاء الفصل أو خارجه والهدف من تصطير هذه المشاريع هو استثمار قدرات المتعلمين الأولية وحبهم من أنشطة تطبيقية العملية وكذلك تنمية القدرة على حل مشكلات في الحياة اليومية إذن سوف نمر بشكل مباشر إلى المراحل أو الخطوات المتبعة من أجل إنجاز المشروع إذن أول شيء وهو اختيار مشروع المشروع يتكون متعلق بموضوع الواحدة الدراسية أو متعلق بموضوع الدرس إختيار المشروع تعتبر هذه المرحلة أهم خطوة في المشروع لأنها تحكم الخطوات اللاحقة بحيث من المفروض أن يتم اختيار الموضوع يتحمس له المتعلمون ويراعي الظروف والإمكانات وينطلق إذا أمكن من محيط المتعلم وأن يلبي حاجة أو يجيب عن سؤال حتى يولي الدافعية داخلية لدى المتعلم وشعور بأهميته كما أنه من الأفيد أن يتم التفكير في إمكانية إنجاز المشروع وفي كل ما يتعلق به من مدخلات وسائل مادية أو مهارات وتقنيات وعمليات منهجيات ومدة زمنية وإجراءات بما يشكل تعاقدا بين أعضاء الفريق الأستاذ والمتعلمين ثم تصميم المشروع يتم تصميم المشروع ووضع بطاقة تقنية له تسمح بتوطيق مختلف مراحل الإنجاز والوسائل والحاجيات وجميع الإجراءات والعمليات والمسؤول عن كل عملية ومدة ومكان إنجاز كل عملية كما يتضمن تصميم خطيا للمنتج ومواصفاته التقنية النهائية وهذه المرحلة مهمة يتوقف نجاح المرحل القادمة عليها ومن بين ما يمكن تصميمه تصميم مجلة تصميم تجربة تصميم نموذج المرحلة الموالية هي إنجاز المشروع الشروع فعليا في إنجاز العمليات التي تم تخطيطها سابقا بتوظيف القدرات والمهارات حسب ما تم تصطيره في البطاقة التقنية كما يتم التقييم المرحلة لكل خطوة خطوة التأكد من مدى صلاحية العمليات المنجزة ومن مدى مطابقتها لما تم تصطيره ثم تقاسم تقويم المشروع وهي محطة أساسية وهمة بالنسبة للمتعلمات والمتعلمين بحيث يتقاسم المتعلمون أعمالهم مع زملائهم كما تتم في هذه المحطة تقويم المشاريع والحكم عليها وعلى مدى احترام الخطوات المحددة وحول مدى احترام كل عضو من أعضاء الفريق المهام المانوطة به كما يتم استثمار المنتج فيما هو مصمم من أجله ترجمة نانسي قنقر